تعيش مدينة القدس المحتلة حالاً من التوتر الشديد قد تدفع الأوضاع نحو الانفجار في أي لحظة بسبب الإجراءات الاستيطانية التي اتخذتها سلطات والاحتلال ضد عدد من عائلات المدينة من خلال إنذارهم بهدم أو مصادرة ثلاثين منزلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وقت شنت فيه قوات الاحتلال على رغم من أجواء البرد والمطر الغزير حملة اعتقالات كبيرة ولا يستبعد أن تتحول حال الغضب إلى فعليات شعبية ومواجهات قد تتوسع دائرتها في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ مخططات الهدم والاستلاء التي جاءت في ظل تجديد الاحتلال قبضته على الأهالي والمصلين على وجه الخصوص في المسجد الأقصى باعتقال عدد منهم ومنع آخرين ومن بينهم خطيب المسجد عكرما صبري من دخول الأقصى مدة أسبوع قابلة للتجديد يشار إلى أن سلطات الاحتلال وتحسباً لانفجار شعبي يتزامن وأحياء الدولة العبرية ذكرى المحرقة ووصول عدد من رؤساء وملوك العالم للمشاركة في تلك الفعاليات أقرت السلطات خطة عسكرية ستحول من خلالها المدينة إلى ما هو أشبه بثقنات عسكرية بعد نشر 11 ألف عنصر شرطة في القدس بدءاً من الثلاثاء لتأمين مواكب الزوار وأصدرت محكمة إسرائيلية صباح الأثنين حكماً نهائياً بخصوص أربعة أوامر هدم تقع في المنطقة ألف في منطقة وادي الحمص لتشرعن المحكمة موقف جيش الاحتلال للمرة الثانية بهدم منازل في هذه المنطقة التي تتبع للسلطة الفلسطينية بذريعة قربها من الجدار الفاصل